قطاع التعدين في المملكة يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 20-30 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعتزم توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030 أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة السلام عليكم أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المدافر أن قطاع التعدين وبالرغم من الظروف المستجدة من جائحة كورونا يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجي بحسب رؤية المملكة 20-30 والتي وضعت من بين أهدافها تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة تركز على أربع قطاعات رئيسية من بينها قطاع التعديل أوضح تقرير لصحيفة فورين بوليسيبي أن المملكة ستكون الرابحة الأكبر بتعزيز اقتصادها بعد أزمة النفط العالمية وانتهاء تداعيات فيروس كورونا كما ستعزز من مكانتها على الصعيد العالمي عبر تثبيت دورها المحوري في أسواق النفط حسب التقارير التي نقلتها وكالة بلومبرغ فإن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط عالمياً يبدو أنها الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب النفطية بانتصارات سريعة ومجزية فبحسب بيانات تتبع الشحنات النفطية للأسواق الهندية والصينية والأمريكية فإنه يبدو أن السعودية نجحت في زيادة حصاصها السوقية فيما بقية المنتجين لا زالوا يعانون من تأكل حصاصهم السوقية نتيجة الركود الاقتصادي العالمي جراء فيروس كورونا مجلة فورين بوليسي هي الأخرى أشارت بأن السعودية ستخرج من أزمة النفط الحالية بحصاص سوقية أكبر وعائدات مالية ضخمة ستعيد توازن الاقتصاد المحلي السعودي حيث من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي للنفط وصولاً إلى مستويات ما قبل كورونا بحلول ديسمبر 2020 الجدير بالذكر أن مجلة فورين بوليسي أشارت بأن الحرب النفطية الأخيرة أثبتت للعالم أن السعودية من خلال دورها في أوبيكي بلاس بإعادة الاستقرار للسوق النفطية ليست فقط قوة نفطية عظمى إنما دولة ذات ثقل جيوسياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وحتى الكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات إضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات لإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلاة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخص الصناعية سعيا منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030 أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامجا نوعيا للإسهام في معالجة آثار جائحة كورونا من خلال التقديم الوساطة عن بعد بشكل إلكتروني بالكامل وبأعلى مستويات المثوقية في تسوية المنازعات وفق قواعد إجرائية تضمن الحياة التام إضافة إلى الكفاءة العالية حيث تتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعال ويعتبر المركز بذلك أول مركز للتحكيم يستحدث برنامجا متكاملا ويقدم على المستوى المؤسسي ما تهدف اتفاقية سنغافورا لتحقيقه على المستوى الدولي وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إليه هاتفيا الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرا أهلا بك دكتور بداية دعنا نتحدث عن إطلاق برنامج الوساطة الجديد الذي يسهم في معالجة آثار جائحة كورونا كيف سيكون ذلك؟ أهلا سهلا أشكر لك أخي محمد ومسي على الجميع من المشاهدين ومشاهدات بالخير في الحقيقة انطلاق من واجب المركز السعودي للتحكيم التجاري المركز الوطن في بداية تسوية المنازعات من التكامل مع جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع السالس في معالجة آثار الجائحة فقد عمل المركز بخبراته وعلاقاته الدولية ولجنة الاستشارية الدولية التي تضم 14 خبير دولي من 11 دولة على العمل على استحداث منتج متكامل يتواءم مع طبيعة الأزمة وهذا المنتج الذي هو منتج الوفاة الطارئة في ضل جائحة كورونا يتميز بخمسة أو ستة مزايا مهمة جدا نشير لها باختفار أولا أنه يقوم هناك عدة برامج أو منتجات في بداية تسوية المنازعات كالتحكيم وغيرها ولكن حقيقة في أوقات الأزمات مثل هذه الأزمة المنتجات والخدمات التي تقوم على الرضائية والتوافقية بين الأطراب تكون هي أكثر الوسائل بداية تسوية المنازعات نجاعة ونجاحا فهذا المنتج يقوم أولا على التوافقية والرضائية وهو ما أثبت في التجارب العالمية أنه الأنجع والأكثر مناسبة للنزاعات الناسجة عن مثل هذه الأزمات المزيد الثاني والخصيص الثاني كونه يتم عن بعد بشكل كامل وقد أشرت في المقدمة على أنه يتواءم مع طبيعة الإجراءات الاحترازية أوامر البقاء في المنزل فهذا المنتج يتم من ألفه إلى يائه حتى صدور التسوية يتم عن بعد من خلال منصة آمنة يقوم عليها المركز سعود للتحكيم التجاري المزيد الثالثة والخصيص الثالثة تناسب تقريبه مع الأزمة فالمركز بموافقة من مدلس إدارته قد أجرى خصم على أفقط رسوم التسجير على سبيل المثال وأجرى ما يصل إلى قرابة 67 أو قريب 70% من الرسوم الإدارية وأتعاب الوسطى لتتواءم مع طبيعة تحديات الأزمة المزيد الرابع نهائية تسويات الناتجة عنه فحقيقة جزء مهم جدا من الحفظ حقوق الأطراف ألا وهو أن تنتهي هذه التسوية بأمر ملزم نافذ لا يعود إلى النزاع مرة أخرى وحقيقة بهذا السياق أود أن أشكر وزارة العدل مشكورة وعلى رأسها معالي وزير العدل صاحب الرؤية ساقبة في هذا السياق وكافة القطاع العدلي وبالأخص مركز المصالح على الشراكة المثمرة في هذا السياق من خلال تمكين المركز وربطه بمركز المصالحة ومنط التراضي لتوثيق التسويات الناتجة على الوساطة في صيغة سند التنفيذي وهو حقيقة نقلة نوعية كبيرة وكما أشرت في المقدمة فهي تؤدي أن توصل هذا المنتج أن يكون على المستوى المؤسفي ما يتحقق على مستوى العالم من خلال الاتفاقية السنغة بشكل سريع جدا المزيد الخالص أنه يتم من خلال وسطة ووسيطات مدربين مؤهرين أخذوا برامج متخصصة بشراكة دولية فلديهم الخبرة الكاملة وعدت لهم مرش عمل لآلية تنفيذ الوساطة عن بعد في ظل هذه الأزمة الأمر الأخير البنية التحقيقية الفنية في المركز قواعد الوساطة فريق فني متخصص وهو المركز الوحيد في المملكة الذي لديه قواعد ووساطة وكذلك لديه فريق مؤهل لدعم الوسطة والوسيطات البنية التحقيقية الكبيرة حقيقة لها دور مهم جدا في إنجاح مثل هذا المشروع جيد دكتور من خلال هذه القاعدة التي تفضلت بها القاعدة القوية من خلال الوسطة لديكم لاحقا بعد انتهاء هذه الجائحة بإذن الله هل سيتم الاعتماد على هذا البرنامج إلكترونيا فقط أم سيكون مواكبة وموائمة مع الذهاب أيضا للجهات الحكومية في الحقيقة المنتج الوساطة تراءن التحقيق أو الوساطة ستم في المركز منذ تأثير حضوريا بمعنى إقامة الجلسات وتقديم المستنفات بالإضافة إلى المركز ليس منذ أن بدأت الجائحة الحمد لله كان عنده وقية متقدمة وهو جزء من سياسة المملكة الأتمثة والتطوير التقني فالمركز منذ قبل الجائحة لديه منتج التحكيم الالتروني بشكل كامل لديه منصة لتقديم القضايا أونلاين فاستمرارية تقديم الخدمات الوساطة والتحكيم أونلاين هي سياسة وجزء من من تطور المركز وخدماته المتقدمة لكن حقيقة هذا المنتج في صيغة المتكاملة بأبعاد الستة حقيقة يتوائم بشكل كبير جدا في ظل هذه الأزمة لكننا حتى إن شاء الله بعد انقشاع هذه الأزمة سنستمر في تقديم جزء كبير من الخدمات والمنتجات أونلاين بشكل كامل نعم بإذن الله ستزول هذه الأزمة وسيتقدم دوركم أيضا ودور بقية الجهات في التفعيل والتطوير من خلال برامجهم وربا ضرة نافعة في هذا التوقيت الدكتور حامد ميرا الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري شكرا جزيلا لك أشادت وزارة التجارة بتجاوب المستهلكين بالإجراءات الاحترازية مؤكدة ضرورة الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع لاحظت من خلال زياراتها الرقابية على المراكز التجارية التزام كبير من المستهلك السعودي والمقيم على أعلى درجات الالتزام و لله الحمد كان هناك التزام بكافة الاحتياطات والإجراءات الطبية بشكل كبير جدا كان هناك ارتداء للكمامات كان هناك محافظة على التعقيم كان هناك محافظة على مسافات التباعد والالتزام بالعلامات الأرضية إضافة إلى عدم اصطحاب صغار السن منهم أقل من 15 سنة وعدم اصطحاب كبار السن وعدم التسوق كمجموعات نشيد بهذا السلوك لدى المستهلك وندعو إلى الاستمرار عليه كذلك من الجانب الآخر أصحاب المنشآت التجارية أيضا كان هناك التزام كبير من جانبهم على التنظيف والتعقيم ووضع العلامات الأرضية وعدم وجود أكبر ناس في هذه المساحة المخصص لها وهي شخص لكل عشرة أمتار كان هناك التزام كبير جدا من المستهلك ومن المنشآة في عمليات التسوق ندعوكم للاستمرار على هذا الالتزام حتى بإذن الله نتجاوز هذا التحدي جميعا فيما يتعلق بسياسة الاسترجاع والاستبدال هي حق أصيل للمستهلك لذلك لابد على كل منفذ بيع وكل منشآة أن توفر سياسة استرجاع واستبدال وأن تحيط المستهلك بالإجراءات المطلوبة لاسترجاع السلعة وللمحافظة عليها وفق إجراءات ووثيقة وزارة الصحة التي تم الإعلان عنها كشفت لجنة المساهمات العقارية تصفي عن خطتها لبيع قرابة العشرين مليون متر مربع عائدة لثلاثة عشر مساهمة عقارية في المناطق الثلاث الوسطى الشرقية والغربية خلال هذا العام وقال التصفي أنه لا تزال لديها حقوق لألف وخمسمائة وخمسة وتسعين مساهما بمختلف المناطق في مساهمات عقارية نشأت قبل عام ألف واربعمائة وستة وعشرين ودعت تصفي جميع المواطنين والمقيمين للبحث عن موقعها باسم العائلة للتأكد من كون أحد من أقربائهم قد ساهم في تلك المساهمات ثم التقدم للجنة بما يثبت المساهمة للحصول على حقوقهم أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى عشرة ملايين أو عشرة مليارات وسبعمائة وعشرين مليون ريال خلال مارس الفين وعشرين وبزيادة قدرت بمئة بالمئة مقارنة بذات الفترة من الفين وتسعة عشر ومقارنة بشهر فبراير الفين وعشرين زادت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو أربعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالية التمويل المقدم من البنوك خلال مارس الماضي بقيمة ثمانية مليارات وستمائة وعشرين مليون ريال وبنسبة ثمانين بالمئة وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بمليار وستمائة وثمانين مليون ريال ثم الأراضي بأربعمائة وستة عشر مليون ريال وصل الناتج الزراعي في المملكة نموه ليبلغ الناتج المحلي الزراعي واحدا وستين مليار ريال خلال العام الماضي الناتج الزراعي في المملكة يواصل نموه على الرغم منتقية زراعة بعض المحاصيل الزراعية كالأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه حيث بلغ الناتج المحلي الزراعي واحدا وستون مليار ريال خلال العام الماضي بينما وصل نموه نشاط الاستزراع السمكي إلى 183% خلال الخمس سنوات الماضية ليبلغ 85 ألف طن وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2% وفي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 40% ويعود سبب ذلك النمو إلى تحفيز المزارع على الاستثمار في البدائل الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن والبيوت المحمية ومشاريع الزراعة المائية كشف محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إعفاءات بقيمة ملياري ريال من الغرامات المالية على المكلفين بضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام 2018 وحتى الآن وأوضح أن هذه الإعفاءات من صلاحيات الهيئة وقال إن الهيئة أطلقت 15 مبادرة للقطاع الخاص منذ الثامن عشر من مارس الماضي وحتى الثلاثين من شهر يونيو لمواجهة جائحة كورونا منها على سبيل المثال تأجيل إقرارات ضرائب المكلفين والزكاة وكذلك السداد وأشار إلى توجه حكومي ليكون فحص الإقرارات بشكل سنوي لكبار المكلفين من الشركات نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تراجع منصات التنقيب عن النفط العالمية بمقدار 450 منصة خلال شهر أبريل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد تراجعت منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم بمقدار 144 منصة إلى 915 منصة خلال أبريل 2020 كما انخفض عدد المنصات على مستوى العالم أجمع بمقدار 450 منصة إلى 1514 منصة في شهر أبريل مقابل 1964 منصة خلال مارس وفي الشرق الأوسط تراجعت عدد منصات التنقيب عن النفط في الشرق الأوسط بمقدار 8 منصات إلى 420 منصة خلال شهر أبريل شهدت الأسواق العالمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا سقوطا حرا أدى إلى انهيارات متتالية على صعيد الاقتصاد العالمي ما دفع بارتفاع معدلات البطالة ويتوقع المحللون أن تتخطى معدلات البطالة في الولايات المتحدة نسبة الـ 15% شهدت الأسواق العالمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا سقوطا حرا أدى إلى انهيارات متتالية على صعيد الاقتصاد العالمي ما دفع بارتفاع معدلات البطالة ففي الولايات المتحدة تقدم ملايين الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي ويتوقع أن يتخطى معدل البطالة بشكل عام 15% في أبريل الجارية حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بما يزيد على 4.5% خلال الربع الأول من هذا العام بذلك تجاوز توقعات المحللين الذين قدروا الانكماش بنسبة 4% أما الاقتصاد الصيني فمن المتوقع نموه في عام 2020 بنسبة 1% فقط فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بنسبة 5.8% وفي الاتحاد الأوروبي توقعت المفوضية الأوروبية تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2020 بنسبة 7.4% وانخفاض اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.7% حولت أسعار النفط للهبوط عند التسوية تعاملات اليوم لتمحو مكاسب حادة تزامنا مع إعلان بيانات صينية إيجابية في حين تستمر المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام وانخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.18 إلى 23 دولار للبرميل كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم يونيو بنحو 1.5% ليصل إلى 29 دولار للبرميل ختاما إلى أبرز العنوين قطاع التعدين في المملكة يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار وتحقيق مستهدفات المملكة 2030 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعتزم توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030 دمتم في رعاية الله